اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة من حلقات هذا البرنامج جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم هنا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا نلتقي وإياكم مع مائدة هذا القرآن الكريم هذا القرآن الذي أعز الله سبحانه وتعالى أصحابه وأعز حامله اسمحوا لابتداء أن أرحب بأعضاء لجنة التحكيم أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام بهذه التلاوات التي ترتقي أصحابها المهرة إلى السماء العالية نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين من عمل بهذا القرآن وتدبر معانيه تمسك بهذا الأمر العظيم وبهذا الوعد الرباني من ربنا سبحانه وتعالى مع أول المتسابقين معنا في هذه الحلقة من جمهورية مصر العربية القارئ إبراهيم شحاتة إبراهيم أهلا ومرحبا بك السلام عليكم حياك الله وعليكم السلام تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى وقالوا سلاما قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء في عجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله صدق الله العظيم بارك الله فيك إبراهيم شحاتة من جمهورة مصر العربية على هذه التلعوة نستمع للجنة التحكيم الدكتور أحمد المعصراوي الأخ إبراهيم بارك الله فيه قراءته جيدة وحروفه سوية وكويس بس هناك بعض الملاحظات يحتاج إلى التنبيه عليها في حرف اللين في قوم لشيء حرف اللين لا مد فيه أصلا أثناء الوصل قوم قوم الوت أو لشيء مش لك قوم الوت أو لشيء لا يمد اللين إلا لا يمد إلا في رواية ورش فقط وبعدين مثلا فبشرناها إظهار الحروف وتحقيق حروف الهمس بذات الحروف المستفى مهمة جدا حتى لا تضيع في وسط الحروف الأخرى وعندك أهل البيت صفة الهمس لا بد أن تتحقق في الحروف المهموسة وخاصة في الوقت أهل البيت ملك؟ جريان النفس ده بيسمعوا القريب دون البعيد إنما أهل البيت الصفة الهمس دي بتفرق بين التاء وبين الدال أو بين التاء والطاء والدال حروف المشتركة دي الهمس الذي يفرق بينها وبين من يشاركها خاصة في قريب منها في النطق فاتبالك فخلي بالك من حاجات دي ومن ورائي اسحك كذلك الهمزات حاجات الحروف الضعيفة دين المستفى الذين لا بد أن تحقق النطق فيها في المخرج شكرا لك دكتور أحمد ننتقل لجنة التحكيم صوتي شيخ محمد مكي أحسنت أخي إبراهيم إن شاء الله تلاوة جميلة استمتعنا وأنا ما أدري إن كان إخواني الأساتذة شعروا مثلي الوقت كان قصير كأنه معك نعم والله أتمنى أن الله تلاوة جميلة ودت لو أنك تتابع في هذه التلاوة الجميلة ذكرتني بالقارئ الكبير الأستاذ الشيخ محمود علي البنة وأيضا أخذتني بعض الشيء للشيخ الكبير العملاق عبد الفحتاح شعشاعي شيئا قليلا أنت بينهما يعني جميل جدا القراءة كانت متزنة رصينة إلا يعني أحيانا يعني فيها بعض الشيء أما مجمل التلاوة كانت جيدة ما شاء الله جزاك الله خيرا يعني مستقبا إن شاء الله قوي جدا شكرا لك يا شيخ محمد لاحظة سيد إبراهيم شحات إبراهيم المجودون يجهدون أنفسهم قبل التسابق أنت من الذين أجهدت نفسك قبل أن تتسابق صح؟ تغيير الجو آه تغيير الجو لأن صوتك يعني تغيير الجو العلة التي سمعها المشاهد ليست في خطة من هو تغيير الجو أترتع بهذا العلم يعني ما شاء الله لك أحبت المظهر أحسنت شكرا لك إبراهيم شحات إبراهيم من جمهورة مصر العربية السلام عليكم وفقوا إن شاء الله ومن مصر إلى مملكة البحرين والقارئ عمر محمد يوسف العيسى فليتفضل مشكورا مرحبا بالشيخ عمر حياك الله عليكم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينَي سَوَاءَ السَّبِيلَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَا اِسْتِحْيَاءَ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَا اِسْتِحْيَاءَ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين شكرا للقارئ عمر محمد يوسف العيسى بملكة البحرين على هذه التلاوة ونأخذ وإياك لجنة التحكيم الشيخ عبد الرشيد صوفي تعقبك على هذه التلاوة ما شاء الله حمر قراءته من حيث الأحكام والتجويد معظمها بفضل الله سليمة يعني عدى بعض الأماكن فلتت منه في الغنان نقص في الغنان عدم إحكام بعض الحروف والإتيام بالحركات يعني قليل من الاهتمام إن شاء الله يجعلك بإذن الله مجودا فتح الله عليك يا شكرا لك يا شيخ عبد الرشيد صوفي أتقل لجنة التحكيم سيد عاصم شيخ عمر ما شاء الله إذا تجويدك تمام يجب أن تهتم في الناحية الصوتية بصراحة الناحية الصوتية ليست كما يجب المطلوب منك الآن أن تأخذ طريق شيخ من المشايخ فقط يعني شخص قارئ من القراء لا تشتت نفسك يعني حتى لو كان قراءته بسيطة تعلم هذه القراءة كصوت يعني وأتقن الأحكام التجودية الجيدة التي قالها لك الشيخ عن طريق الصوت العذب الذي سوف تتعلمه من هذه القارئ يعني فقط ركز على قارئ حتى لو كان بسيط يعني لا تبحر في المقامات والنغم لا شيء بسيط يمكنك من قراءة أحكامك بالطريقة الجميلة فقط ما شاء الله عليك يعني الله يبارك فيك شكرا لك القارئ عمر موفق إن شاء الله موفق إن شاء الله أستاذ عاصم نأخذ نقطة جدا مهمة في قضية أحيانا يكون صوت الإنسان بعضهم هو يقول عن نفسي أنا صوتي ليس بجميل أو أني لا أستطيع أن أقرأ نعم في المقابل أهل الصوت يقول لا عنده صوت جميل لك لم يتعرف عليه فل هذا فعلا؟ أحيانا يعني يضيع القارئ بين الصوت الجميل وبين التجويد فيبالغ غليلا يعني في معرفته لصوته المعرفة الصوت الآخر يتم عبر لجنة أو شخص مختص أو العوام الذين يستمعون إليه يعني ربما يكون عوام قريبين منه فيقولون له صوتك جميل كالأهل فهذا طبعا يمكن يكون شيء ضده المناسب أن يسأل ضمن عوام لا يعرفهم أو يذهب إلى مختص ليختبر صوته وهي يستطيع هو تحسين الصوت؟ طبعا الصوت تستطيع تحسينه حتى لو لم يكن عندك أذن موسيقية تماما ولكن في طرق وأساليب وعلم ويتأخذ طبعا وقت من شخص لآخر وتريد صبر ولكن تستطيع حتى لو أنت لم تكن عندك أبدا أي إذن يعني صوتية استمع للحن أو شيء ولا تستطيع تميز النغم تستطيع أن تصبح قارئ جيد ولكن بعد تمارين كثيرة والاستماع كثرة الاستماع لأننا كلنا نتعلم عن طريق الاستماع فقط شيخ بهلون كان لديك تعليق أكمالا واستدراكا لأستاذنا سيد محمد عاصم أريد أن أنبه إلى شيء معين البيئة تؤثر على السلوك كما قال أهل النفس كذلك تؤتل على الأداء أداء الصوتي وتؤتل حتى على الإيقاع الإيقاع الكلامي الإنسان تجده هادئا لأنه كان في بيئة مدود تجده حركي لأنه في بيئة يكتر فيها حركة لكن أريد أن أنبه إلى شيء معين لا يمكن مش من باب الإعجاز أو من باب القفل يتربى الإنسان على التحسين منذ الصغر مش أنا عمري 25 عام أو 30 عام نبي صوتي حسن الآن لا لا هذا صعب ويحتاج لفترات من قضية التدريب من الصغر من الصغر من الصغر بيئة مكتملة مكتملة سمعية وقت أكتر ويستطيع طبعا لا أريد أن نغلق الباهب يستطيع إذا أخذ فقط مقام بسيط أو شيء بسيط وتمرن عليه لا داعي أن يتبحر في مقامات يأخذ قراءة بسيطة ثلاث نغمات تقرأ فيهم ويعيدهم ويعيدهم يعني يستطيع شكرا لكم نتقل إياكم إلى المتسابق الثالث معنا في هذه الحلقة من المغرب اليونسي جواد أهلا ومرحبا بك السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله أنا أرتبى شرف يا مرحبا حياك الله يا كلباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون سلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غنبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبروا إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم اليونسي جواد من المغرب شك الله لك هذه التلاوة الجميلة عشنا في هذه المعاني لكن نأخذ لجنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي بسم الله الرحمن الرحيم اليونسي جواد هو إن شاء الله جواد إن شاء الله ولكن شعرت بقراءته كلها من الأنف من الأول إلى الآخر يقرأ هكذا يضغط على صوته ويخرج من أنفه كل الحروف كل الحروف وهذا عيب في القراءة يعني هنا مجال صحيح مسابقة ولكن كذلك هنا مجال للتعليم كما قال شيخنا الشيخ أحمد سابقا سواء كان المتسابق أو المشاهد لابد أن يتعلم أن يخرج بمدرسة تجويدية ومعرفة ثقافية بعلم التجويد وأحكام التجويد المد الطبيعي المد الطبيعي الواو الساكنة المضمومة قبلها والألف الساكنة المفتوحة قبلها والياء الساكنة المكسورة قبلها مثلا يتعلم كيف يخرج الحرف من بطنه يقول والسماء قولوا قيلة وهكذا فيستطيع أن يتعلم لابد من أستاذ حاذق أن يعلموا هذا الأمر يعني صبروا مديتها مد في غير محله بدأت فمن ثقلت موازينه منهم السؤال من هم الذين ثقلت موازينهم هناك حكاية عنهم لابد أن يكون المعنى متصل ومتواصل لكي نفهم ابتدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ثقلت موازينه افصل بالبسملة ولكن أنت مخير في الاتيان بها وعدم الاتيان بها كذلك المد العارض كان فيه تفخيم خسير هكذا تقرأ انتبع أغلب وخرج هكذا قوما ضالين مخرج الضاد لم يكن صحيحا لذلك يقول الإمام الإمام السخاوي والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشى لسانهم بالفصاحة ناطق ذرب لأحكام الحروف معاني فلابد من ضبط هذه الأمور هناك أشياء كثيرة يعني الوقف على آخر الكلمة لا يخرج يقولون يعني النون غير واضحة يعني تحتاج إلى ضبط في المخارج وفي الصفات فضلا عن الصوت حسن هذا فيكون لك صوت جميل وأنت تملك الصوت الجميل فتح الله بارك الله فيك شيخ حمود العكاوي لجنت تحكيم الصوتي شيخ بهلون وهم يشيرون إليك يا أهل اليونسي جواد أحسنت وأسمعك الله كل خير أمين أمين الملاحظة الأولى التي شدت انتباهنا قالها الشيخ كتبتها وقالها الشيخ الحروف تغير من الخشوب لا أريد أن أكرر لكن الشيخ مميز أنه يملك خامة أصيلة زي القماش الأصيل زي النبتة الأصيلة صوته خامة أصيلة خانة والتعبير في إخراج الحروف من الخشوب انتقالاتك كانت طيبة سالسة سليمة في حيث المقامات واحذر من نقطة معينة أريد أن أقولها لك احذر من المبالغة في الاتكاءات على الحرف المتولد من النغم من قتل النغم لحظتها تولدت منك ألفا حين قلت آمنا الميم آمان 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 الله يفتح عليك بارك الله فيك وأسمعك الله أقول خير شكرا لكم وشكرا لك قال أنا اليونسي جوان بارك الله فيك على هذه التلاوة شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام من سمحتهم لنا بفاصل ونعود إليكم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى ومع جائزة كتارة لتلاوة القرآن الكريم وأهلا ومرحبا بأعضاء لجنة التحكيم أما الآن فما مع المتسابق الرابع من فلسطين معاذ محمد أحمد اللوح أهلا ومرحبا بك شيخ معاذ حياك الله وعليكم السلام مرحبا موفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صدق الله العظيم القارة معاذ أحمد اللوح شكر لك على هذه التلاوة ونستمع للجنة التحكيم الأخ معاذ بارك الله فيه يعني يحتاج إلى كثير من التعليم للأحكام وذكرنا كثيرا أن مرجعية القرآن في التلقي في التلقي المشافى أن ترجع إلى أئمة متكنين ضابطين لأن الحروف لها موازين وهكا موازين الحروف وما حكى أجابة النقاط فيها محصلة الحروف دي لها موازين تفهم وتأخذ من فم المشايخ كذلك المخارج دي المخارج دي اللي ضبطه كل حرف مخرج مخصص معين يضبط لحظت أنك في نطق للحروف غير صحيحة في مخرجها يعني في مفازة مفازة حرف إزاي هنا في حرف صفيري لم تحقق فيه صفة الصفير تمام وكذلك أعنابة أعنابة العين يعني الإمام بن الجزعي بيقول إيه مكالملا من غير ما تكلف أنت لا تتكلف ولا في نفس الوقت تعمل هذه الأحكام لابد من تطبيق هذه الأحكام على كذلك دهاقة صوابة ترابة خطابة كل الحركات الحروف الطبيعية زيت فاها يا شيخ معاد والملائكة ما ديت فاها وصلت بها السماء لابد من مرجعية تأخذ عنها هذه الأحكام بالضبط شكرا لك دكتور رحمة محصر أنتقي لجنة التحكيم الصوتي شيخ محمد أحسنت أخي معاد ما شاء الله يعني الواضح من قراءتك أنك يعني تنقذ نفسك أحيانا في آخر المقطع طبعا في قولي تعالى يوم يقوم الروح لما هبط إلى القراءة كان القرار ضعيفا ما كان مليء وصوتك ما شاء الله أنت عندك مساحة طيبة في الصوت صوتك قوية يعني لو كان القرار قد يكون حاد عليك يعني ثقيل عليك الأمر الآخر ذلك اليوم الحق لما صعت إلى الجواب صوت كان مفاجئ أو مفاجئ لك وكان غير موفق بالنسبة لبداية فيه بعد دارت الأمر أيضا لما ختمت السورة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا كانت شعرت أنت واضح حالك أن كأنك يعني لم توفق في التلاوي لكن عندك أجمل من هذا الشيء طبعا التلاوي المجمل ما شاء الله أتيت على حركات طيبة وجميلة في بعض أحيانا انتقال من مقام إلى مقام صاحبه خلل يعني في هذا الأمر وأظن أنك يعني مجيد يعني عالم أنه حصل معك هذا أتمنى لك إن شاء الله يعني مستقبلا يعني باهرا إن شاء الله شكرا طيب معاذ الله يفتح عليك الله يزاك بالذي قالوه المشايخ عندي حاجة جميلة لمستها فيك الكل يظن أن في التعبير النغمي يجب عليه الإتيان بعرب أو بطريقة أدائية غريبة المحبب لدي أتى به سيد معاد في التعبير الراقي حينما قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كيف جابها؟ قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الله أكبر عليك في هذه هذا ما قلت أريد أن أقول وفقك الله سيد عاصم شكرا طيب شيخ معاذ ما شاء الله يعني صوتك يعني دخل قلبي يعني وأثر فيني كثيرا أولا المعاني نقل الحالة القرآنية تم يعني تم نقل الحالة القرآنية عن طريق معاني يعني عن طريق النغم طبعا مع أخذ الاعتبار بالأحكام يجب أن تكون صحيحة الآن الملاحظة المهمة جدا الذي علق عليها الشيخ محمد والمشايخ الأخرى توضيحا لمعالجتها أنت ابتدأت في طبقة واطية جدا أخفت طبقة حتى من طبقة الشيطة يعني ولذلك كان فيها ارتجاف ولم تكن دقيقة ما قلت أعوذو بالله لا تقول هذا ارفع قليلا أعوذو بالله هذه طبقة مناسبة ثم منها انطلق إلى الطبقات الأعلى لكي لا تقع في هذا الفخ عندما أردت أن تنزل من الأعلى إلى الأسفل عدت الآية ثلاث أربع مرات ولم يسعفك قراره وبارك الله فيك شكرا لكم ضلجنا التحكيم وشكرا للقارئ موفق إن شاء الله موفق مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى المتسابق الخامس معنا في هذه الحلقة من جمهورية مصر العربية والقارئ أحمد سعيد شحاتة أحمد أهلا ومرحبا بك السلام عليكم حيك الله وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم بارك الله فيك أحمد سعيد شحاتة على هذه التلاوة من جمهورية مصر العربية ونستمع للجنة التحكيم أحمد سعيد شحاتة نعم قراءتك طيبة ما شاء الله ومعظم أحكام التجويد الأساسية عندك طيبة جدا أمتاز تراعي بعض أماكن الوقف والابتداء هناك حسن الوقفي وهناك حسن الابتداء نعم وإن رجعت لكنك وقفت سرا وعلانية ثم قلت يرجون تجارة لن تبور هذا الوقف ما كان مناسبا لكن على كل حال صحات رجعت مرة أخرى فصحات لكن وقفك على قول الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا طيب هنا أين نبتدي لما نبتدي فيموتوا ولا يخفف ولا لا يقضى عليهم الموت هذا أكثر ما يتمنوه يعني أكبر أمنيات أهل النار والعياذ بالله يوم القيامة هو الموت لكن لا يجدونه لأنه لا يقضى عليهم فيموت نسأل الله العافية من ذلك عموما هذا فالله سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله ويجعلك من أشعر لا أزيد على ما تفضل به شيخنا الكريم ولكن لاحظت بالإقلاب الإقلاب يفتح الشفتين إن كان يقرأ بالفرجة يعني هو يقرأ مثلا عليمو يفتح الشفتين كثيرا يعني لابد إن أراد أن يقرأ بالفرجة لابد من وضع الشفتين بحيث لو وضعت ورقة دخلت وخرجت من الشفتين إن كنت تقرأ بهذا عليمو ليس عليمو وكذلك سابقو بالخيرات يعني أنت تقرأ الإقلاب كأنك تأتي بمخرج الفاء فاحذر من هذا نقول له يطبك وخلص شكرا الإطباك يا ابني هو السلي يطبك بدون كز أهي يطبك بدون كز وريح دي ما شكرا لكم نتقدر أنت تحكير الصوت في سيد عاصم ابني مساحة صوتك صح متوسطة بس أعطيتنا الكثير وتنقلت الكثير بالبقامات وهذا طبعا يعني مطلوب لإيصال المعاني والخشوة يعني فرقانا الآن في ملاحظة مهمة جدا عندك في سرعة في القراءة تبدأ بسرعة معينة ثم تسرع ثم تسرع ثم تسرع هذا في كثير من القراءة يواجه هذه المشكلة هذه المشكلة تحلها بأنك كل فترة تراجع سرعتك تراجع سرعتك التزامك بالمدود والأحكام الصحيحة يضبط لك السرعة هذه أن لا تستعجل به لأنه لا يصح أن تقرأ بطيء ثم تسرع ثم تسرع يختلف الأحكام أصلا وكل شيء يختلف معك هذه شغلة الطبقة التي قلت بها مرتفعة جدا وهذه أرهقت صوتك حاول أن تبدأ بطبقة شوي منخفضة لكي تستطيع أن أردت أن تسعد تسعد بحرية أو تنخفض أيضا تستطيع أن تنخفض بحرية الآن الأمر المهم لأنك أنت تعبر وتغير في المقامات أحيانا تريد أن تعبر في انتخفاض فيحصل ضعف ولكن ما حصل معك الآن كل تعبيرك كان في الارتفاع وكنت أنت في طبقة مرتفعة فهذا أرهق الصوت ويرهق أيضا المستمع يصبح كأنه صلاخ أكثر من قراءة شكرا لك شيخ بوهلول كان يراك متأثرا في وقت التلاوة سيد أحمد سعيد شحاته أني تأثرت بقراءته حينما كان خائفا من اللجنة وخائفا من هذا في ظني ولكن حينما عاهد ورأى أن عندنا استحسان واستبشار بدأ يسرع ونقول لما تسرعت لماذا أسرعت؟ بالله عليك جواب لماذا أسرعت؟ لماذا بدأت تسرع وبدأت لم يستطع قراءتك طيبة والله جميلة جدا 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 قراءتك طيبة بالله عليك قال لي من السرعة بالنسبة لي قال لي من السرعة وأحسن الله إليك شكرا لك شيخ بوهلول وشكرا لك القارة أحمد سعيد موفق إن شاء الله شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام ما أجمل أن نعيش مع القرآن في جميع جوانب حياتنا نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر